لا شك أن الأمية بأنواعها المتعددة تعد أحد أكبر المشكلات التنموية التي يعاني منها المجتمع المصري العلم نور بالنسبة لي كان حلم يعني إيه اللي شجعك على استكماله شوارك التعليمي أمال أولادي إن أنا أعلم أولادي ويستفيدوا من تعليم يعني أتعلم وأعلمهم وأعرف أقرأ لهم وأكتب لهم وأفاهمهم ممكن لسه من دخلوش مداركس طبعا حصلت على شهادة محن أمية نظام الجديد ودخلت التعليم الفني حصلت على دبلوم التجارة بدأت تعليمي خد السنوية العامة وبعد السنوية العامة دخل كلية خدمة اجتماعية حصلت على البكريوس بعد أربح سنوات إن شاء الله المجستير وإن شاء الله الدكتورة بإذن الله إذا طال الأجلي كنت حابة أكمل تعليمي أو حابة أدخل مجالي تعليم خصوصا أن أنا سبت وأنا صغيرة فالتحقت بفصول محو الأمية وبعد كده أخذت الشهادة يعني بفضل الله وبعدين المرحلة الإعدادية دخلت الإعدادية وبعد كده السنوية العامة وبعد كده كلية التجارة جمعت بني سويف بفضل الله تخرجت سنة 2015 خدت أول عدد وتاني عدد وتالت عدد والتحقت بها في تعليم الصناعة حصلت على الدبلون وتسويت بيه في الشغل بتاعي فلازم كل من إنساء بمصر بزاد يمحي الأمية دي خالص نهاء إحنا بدأنا عصر جديد مع وجود قيادة سياسية واعية بدأ الرئيس بالفعل يتكلم على القضاء على الأمية ويتكلم على مشكلة الأمية طبعا دعا إلى إن عام 2019 وعام التعليم في مصر وأيضا بدأ يحث شباب الجامعات وشباب الخريجين وشباب الأحزاب بدأت المشاقة مع هيئة تعليم الكبار للقضاء على الأمية فإن شاء الله بإذننا إحنا جئينا النهاردة بنقول بنفتح باب الشراكة مع الجميع سواء المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو المجتمع الحكومي عشان بالفعل أن تضافت كل الجهود للقضاء على الأمية كانوا بقول لي بعد ما شابوا دوك كتاب كده هاي فقلت له أنت مين يا اللي بتتكلم فإسحى وفوقه وروح تعلم بدأ لما تقعد للنميمة اتأمل حالك وتكلم لو أدركت ألام الجهل لأوامر العلم هتسلم أنت مين يا اللي بتتكلم جاهل متخلف خرفان من جهلك هتهيش تعبان إسحى وفوقه يا جلبان فعرف أن العلم تنوز ما يفرق بسامه عجوز يفتح زراعاته للكل ينتشرك من جهل وصوله ولا حد يعايرك ويقولك أنت مين يا اللي بتتكلم ترجمة نانسي قنقر